بماذا تتميز المسيحية عن سائر الأديان أحبائي المسيحية هي ديانة انتقائية بما معنى يمكن تفهم أكثر يمكن البعض يفهم أكثر الكلمة في الإنجليزي بما معنى ليس المقصود أن المسيحية لجماعة معينة فقط أو لخلفية معينة لا لكن المسيحية تقدم الإنجيل بدون أي مسايرة بدون أي مساومة بدون أي تهادن أو تنازل على حساب الحق الكتابة المسيحية تقدم الإنجيل والحقائق مثل ما هي بغض النظر يعني بدون مسايرة كبر لدماغك شوي يعني إحنا في العصر الواحد وعشرين كبر لمخك شوي لا مجال لأي تزييف في المسيحية في غلاطية الإصحاح الأول آية 9 مكتوب إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيمة يعني مقطوع محروم بكلمات أخرى يكون ملعون حتى في وسط الإضطهاد لا يقدر العالم أن يبغدكم ولكنه يبغدني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة مكتوبة تعرفون الحق والحق يحرر تعرفوا حبائي ليه الناس بتبغد يسوع بكل بساطة لأنه هو المقياس للنور والحق وكل الكمال فالنتيجة أنه يعني بحال ما بتنظر ليسوع كل الأعمال الشريرة مثلا إذا أنت بتبتدت قارن المسيح بأي شخصية مثلا على طول أي ديانة أي شخصية تسقط أمام كمال يسوع هذا طبعا الكل متفق عليه أنا بتكلم هذا الكلام اللي هو من الملحدين يمكن بيختلفوا عن وجود الله لا يؤمنون بوجود الله هذا موضوع تاني لكن الكل بيتطفق على هوية شخصية يسوع المسيح بالنسبة إلي يمكن أقرب واحد من خلال دراساتي اللي بعلم يعني تعليم أدبي أو أخلاقي هو السقرات ومات من أجل رسالته لكن أين سقرات من المسيح لكن أنبياء آخرون لما بتدرس شخصية النبي حياته شو عمل كيف تصرف أمام المواقف كيف رد ردود الفعل أمام أمور معينة أين الأنبياء من يسوع المسيح يعني أصلا مع كل احترام عيب أنه أقارن أي شخصية أخرى بيسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر